هذه كانت في الأردن حشود غاضبة تتمنى كانت تريد التوجه إلى الحدود مع فلسطين أفرم هذه المظاهرات في الأردن غير مسبوقة أقول غير مسبوقة تماماً في التاريخ الأردني حدثت مظاهرات أيام مثلاً أيام غزوا صدام للكويت ثم غزوا الأمريكان ومعهم 33 دولة الجزيرة العربية وكانت مظاهرات قوية جداً لكن يومها الملك حسين كان موالياً لصدام وقد دفعوه ثمن فيما بعد وإن كان هو في الحقيقة معروف بأنه سليل الخيانة يعني هذا الملك حسين اللي هو أب هذا الملك الحالي كانت هناك مظاهرات عندما كانت الحرب ضد العراق في 2003 وكان الموقف الشعب الأردني موقف قوي جداً أيضاً كانت هناك مظاهرات كلما كان هناك اعتداءات من الصهاينة على غزة سواء في 2008-2009 ثم 2014-2012-2014-2016-2021 إلى آخره لكنها غير مسبوقة ما يحدث الآن ولذلك ملك الأردن هذا الملك عبد الله مرعوب بكل ما تعنيه الكلمة جاء هنا إلى بريطانيا وبريطانيا هي التي أسست هذه المملكة وأسست هذه الأسرة لأن الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا هم الشام كله بريطانيا دارت ما يعرف باتفاقية سايكس بيكو وسايكس كان وزير خارجية البريطاني وبيكو كان وزير خارجية الفرنسي وقسموا الشام لأنهم يعرفون حقيقة الشام عند المسلمين ودور الشام تاريخياً أيضاً فقاموا بتقسيمها سيطرة بريطانيا على فلسطين والأردن وسيطرة فرنسا على سوريا واقتطعت منها لبنان إلى آخره ونشأ دولة الأردن إذن هي من تقسيم استعماري في الحقيقة وجاءوا بالملك فيصل يومها اللي كان هو في الحقيقة ملك على الحجاز وكان صراع بينه بين آل سعودي ولذلك الخصومة ما بين المملكة الأردنية والمملكة السعودية خصومة تاريخية لأن الأردنيين يعتبرون أن من حقهم جاء طبعاً الملك فيصل رح للعراق إلى آخره يعتبرون أن الأردنيين أن الحجاز من حقهم وأن آل سعود غزات جاءوا من نجد ولم يكن لهم ذلك وأنهم جاءوا بدعم بريطانيا أيضاً طبعاً بريطانيا كانت تتلاعب بريطانيا الاستعمارية كانت تتلاعب على هواها يعني يومها كانت هي مثل الولايات المتحدة اليوم هي أكبر إمبراطورية يومها في التاريخ مع فرنسا فاليوم هذا الملك وهو لا يرقى إلى 1% من الذكاء والخبث والدهاء أنت والد الحسين والد الحسين بالمناسبة كان يجب الإطاحة بوالده عبد الله لكي يتولى هو الحكم واتهموه بالجنون مثلما تهم سعود ابن عبد العزيز تهم أيضاً بالجنون وجاء بعده الملك فيصل فجاء هذا الملك لا يساوي 1% من خبث ودهاء والده وهو يشعر بالخوف وبالرعب حقيقة ولذلك جاء إلى بريطانيا رفض أن يكون هناك اللقاء مع بايدن المخابرات الأردنية وهي واحدة أيضاً من المخابرات البائسة جداً قالت له باختصار بسيط هناك غضب شعبي قد تكون فيه مظاهرات حتى وقد يهجم الناس على المجتمعين بما فيهم بايدن طبعاً المخابرات الأمريكية أيضاً لم تريد أن تخاطر عندما أخبرهم من أن الوضع سيء جداً وأن مجيء بايدن قد يشعل النار في الأردن كله اليوم في الأردن والأردن نصف شعبه نصف عدد سكان أصلهم فلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم خاصة من أراضي 48 اللي تسمى اليوم إسرائيل والجزء الآخر أردنيين سواء كانوا حضر أو بدوا اليوم الجميع مجمع بالرغم أن في بعض العنصرية لتشتغل عليها المخابرات الأردنية تفرق ما بين الأردنيين وما بين الفلسطينيين العصل اليوم في إجماع في الأردن أن هذه الإجرام ليقوم به الكيان الإسرائيلي لن يمر ولذلك كان هناك هجوم كبير على السفارة لم يصلوا إليها لكن كانت الأعداد رهيبة جدا السفارة السهيونية في الأردن والوضع هناك متوتر جدا جدا وأنا شخصيا لا أستغرب أبدا ولن أستبعد أبدا سقوط هذه المملكة مملكة عبدالله هذا وتحرر الشعب الأردني من حكم هذا اللي هو عندما نقول ملك الأردن هو مثل حاكم سوريا مثل حاكم مصر مثل عصابات الجزائر مثل بن سلمان والقائمة طويلة يعني مش مشتفناء لكن هو يحرص حدود إسرائيل وعنده معهم اتفاقية ما يسمى باتفاقية واد عربة لسرانت ربعة وتسعين وهي اتفاقية في خدمة الكيان الإسرائيلي تماما مثل ما كانت قبلها اتفاقية كامب ديفيد في ثمانية وسبعين تسعة وسبعين واللي هي في خدمة أن يصبح الجيش المصري حاميا للحدود الإسرائيلية اليوم الجيش الأردني حاميا للحدود الإسرائيلية ليه يا فلسطين تاريخية ذلك هذه الأحداث ولذلك غزة هذه قد تحرر أوطان كاملة وبلدان كاملة تخضع لحكم الطغات العملاء غزة مش هي المحتلة والمحاصرة هي اللي راهي وش خرج الشعب الجزائري وش خلات الـ DRS والمخابرات الإرهابية والمعفية العسكرية تضطر اضطرارا خوفا أنها هي تخرج خير من ليخرجون الناس بدون شافت أن حتى بعض المنتمين لها بعض لأي من توحى إلى آخر قالوا ما نقدروش هناك خضب شعبي رهيب فداروا مسيرة الأمس ولكن أنا أقول للشعب الجزائري المسيرات يجب أن تكون يوميا والمسيرات هي لتحريرنا في الحقيقة وأنتم ترفعون شعارات تحرير فلسطين ووقف الحرب الإجرامية على غزة وقتل المدنيين والأطفال يجب أن يكون في ذنكم أن الأصل هو تحرير وطنع لكن في هذا الوقت فإن غزة هي التي تكسر الأغلال تهدم السلاسل لمقيد بها الشعوب من طرف هؤلاء العملاء ليتهم كانوا عملاء ونهضوا بالاقتصاد ونهضوا بالمجتمع ونهضوا بالتعليم ونهضوا بالخدمات ونهضوا بالإدارة ونهضوا بالثقافة ونهضوا بالعلم وبالتكنولوجيا لا شيء عملاء وخونا وردئون وفاشلون ولصوص وكليت البلاد يسرقين كما رفعت أمس في إحدى مسيرات الجزائر كليت البلاد يسرقين كليت البلاد يسرقين نعم كليت البلدان يسرقين ترجمة نانسي قنقر